اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي علىها كل شيء وبوجهك الباقي بعد فنائي كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النقام اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل الخاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا طانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا يجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي سعترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديمي ذكرك لي ومن نكى علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاجح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم البلاء وأفرطي بي سوء حالي وقصريت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيالتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعليا في جميع الأمور حطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هواي نفسي ولم أحترس فيه من تزييني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدود وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة على يهوه على يهوه في جميع ذلك معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرمك وسالف بركبي يا إلهي وسيدي وربي أترى كمعذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكريك واعتقده ضميري من حبينيك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى السنين نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك ماجحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما زاكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضحفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المتارف على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمال قليل بلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون ألا عن غضبك وانتقامك وسخط وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلاغي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذابي وشدتي أملط للبلاء ومدتي فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فرائك وهبني صبرت على حرناك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك 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 فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسموا صادقا لإن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها رجيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادي أنك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفترائك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرج ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عجقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظنوبك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من بركة وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلادي معانديك لجعلت النار كلها بردًا وسلامًا وما كانت لأحد فيها مقرين ولا مقامة لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعامد وأن تجلى ثناء قلت مبتدئا وتطولت بالعنعام متكرما أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوه إلى آجي والسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمتم وكل ذنب أذنبتم وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أغفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتي الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهوداً علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لمن خفي عنهم وبرحمتك أغفيته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقيا من بيده ناصيته يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي 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 أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهاء بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب 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 أوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السادق وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المفرصين وأخافك مخافة الموقنين وأشتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكيده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأقني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر